أما الآن ينظم إلينا الخبير الأمني والاستراتيجي سرمد البياتي أهلا بك سيد سرمد هل هناك مبالغة في تصوير حجم الانتقام الإيراني لمقتل سليماني أمريكيا لتبرير الإجراءات اللاحقة من الجانب الأمريكي بداية أهنيكم بالعام الجديد وكل عام وأنتم خير الحقيقة لا أحد ينكر بأن ما يحصل على الأرض قد بدأ يثير قلقا على الأقل داخل أوساط هذه البلدان وبالذات داخل العراق نعم هناك تصريحات إيرانية ترفع من مستوى التصعيد لكنني لا أتوقعها جدية يعني بالوقت الحاضر لأنه إيران تريد أن تدفع بالوقت تنتظر أن يمر الوقت هذه الثلاث أسابيع من أجل أن يستلم بايدن عسى أن يرفع عنهم جزء من الحصار أو يعيدهم إلى الاتفاق النووي لكن مع ذلك تصريحاته من يوم أمس بأننا سنقطع الأيدي والأرجل وهذا الكلام اللي سمعناه يعني من روحاني وغيره ربما تثير التصعيد في نفس الوقت يعني الولايات المتحدة أيضا إرسالها للبي ففتي تو اتش وإرسالها لحاملتين طائرات وغواصة ربما تحمل هذه المجموعة من الصواريخ التوموهوك حقيقة ناهيك عن ثلاثين مدرعة لحماية المنطقة الخضراء نعم نعم هذه سنأتي عليها هذه المدرعات منحت إلى الفرق الخاصة العراقية وليس إلى القوات الأمريكية ليس فقط ثلاثين مدرعة هي سيارات مدرعة بالإضافة إلى سيارات بيك أبو إحنا نسميها هذه إلى الفرق الخاصة هذه ضمن التعاون المستمر بين التحالف والقوات العراقية على اعتبار هي متعهدة باستمرار تجهيز وتدريب القوات المساحة العراقية لكن فعلا أنه هذه أرسلت إلى الفرق الخاصة المسؤولة عن حماية الخضراء المشكلة الخضراء لا تت يعني منطقة الخضراء قد لا يكون الخوف من اقتحامها أساسا لكن الخوف من اطلاق الصواريخ اليوم الوضع العراقي يعني حقيقة نحن من ندفع الثمن أمريكا وإيران يتصارعان ويريدون أن يجعلوا العراق ساحة لصراعهم الذي يبدو أنه لن يحصل ما هذه القواعد الموجودة في البحرين وقطر العديد والسيلية وغيرها وغيرها ما يقصفهم يقصفون القواعد الموجودة بالعراق أو السفارة الأمريكية في العراق والنتيجة أنه كل البلاء هذا يقع على رؤوس العراقيين الذين يعانون ما يعانوه من انقطاع الكهرباء والوضع الصحي والوضع الاقتصادي وأخيرا الوضع الأمني الذي يبدو أنهم لا يريدون للعراق استقرارا نعم الرغبة الأمريكية هل تذهب باتجاه توجيه ضربة لما يوصفون بوكلاء إيران في العراق خاصة يعني في ظل ما أدلت به البنتاجون أخيرا فصائل عراقية تدعمها إيران بالمال والسلاح اجتمعت بقادة من فيل القدس الإيراني يعني أولا أمريكا إذا أرادت أن تعمل هذا الشيء فأنا أقول أنها قد تحيط العراق علما قبل ساعة أو نصف ساعة من هذا الموضوع يعني سوف لن تشترك ولن تسمح للعراق بأن يشترك معها ضمن هذه الخطط ربما يسمحون لنا في الاشتراك ضمن الضربات تبادل المعلومات الاستقبارية في داعش أو غير داعش أو غير ما هي ضربة ما هي اختال القاسم السليماني وأبو مهدي المهندس بدون إعلام الحكومة العراقية يعني حقيقة هذا موضوع ما يمكن إنكاره فلذلك هي عندما تقدم على عمل كبير أكيد سوف ربما ترسلوا مثل هذه المعلومة الحكومة العراق قد تكون قبل نصف ساعة ليس أكثر يعني بحيث أنه ما نستطيع أن نتخذ أي إجراء وكذلك لكن أنا أقول هم المفروض لديهم المفروض لديهم حسب ما قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية المفروض لديهم 54 هدف داخل إيران فإحنا لا نتمنى إنه إيران تنضرب ولا نتمنى غير دولة تنضرب لأن هذا كل انعكاسات على الشحن العراقي أكيد هناك فصائل عقائدية ولاها إلى إيران سوف تستمر وقد ربما تتخذ إجراءات أو تدخل في اجتباك داخل الأراضي العراقية وهذا ما لا يريده العراقيون بالتأكيد الخبير الأمني والاستراتيجي سارمد البياتي شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا شكرا جزيلا لك